انتخبت رئيسة بلدية بانجي كاترين سامبا بانزا رئيسة انتقالية لجمهورية افريقيا الوسطى التي تشهد منذ ثمانية شهر عمل عنف طايفية دمية خطوة من شأنها السد الفراغ المؤسسة الذي خلفته استقالته رئيس ميشيل جوتوديا في الحد عشر من الشهر الجاري الرئيسة الانتقالية الجديدة ستتولى مهمة ثقيلة تتمثل في عادات السلمي للبلاد رئيسة بانزا صرحت عقب انتخابها قائلة أن سعيدة جدا هذا تقريم لنساء جمهورية افريقيا الوسطى ودعت الرئيسة الجديدة في نداء الملاحة للميليشيات المسيحية والمقاتلين المسلمين إلى إلقاء سلاح وحصلت كاترين سامبا بانزا في الجولة الثانية من الاقتراع خلال جلسة عما عقدها البرلمان والانتقال الاثنين حصلت على خمسة وسبعين صوتا المستعمرة الفرنسية السابقة انزلقت الفوضى في مارس الماضي إثر انقلاب على نظام الرئيس فرانسو أبو زيزي بعد أن دخل متمرد حركة سيليكا وهو التحالف معظمهم من المسلمين إلى العاصمة بنغي مما أدى لا تفجر موجة من عمليات القتل والنهب وثل ذلك هجمات انتقامية لميليشيا مسيحية ترجمة نانسي قنقر